موسيقى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبنائي اليوم سنسمن حكاية خروف العيد وذلك باستخراج البنية السردية وعناصر الحكاية والقيمة المستفادة نبدأ بعناصر الحكاية من يذكرني بعنوان النص خروف العيد ما هو الزمان أبنائي؟ عندما اقترب عيد الأضحى وكذلك الأسبوع الموالي ما هو المكان؟ السوق منزل حمو وبيت الأرملة إذن من هي شخصيات النص أبنائي؟ حمو وأسرته الأرملة وأطفالها ثم البائع نمر الآن إلى البنية السردية للحكاية نبدأ دائماً مع البداية اقترب عيد الأضحى فذهب حمو ليشتره الخروفة طاف السوق فاختار خروفاً واشتراه التحول عاد حمو إلى منزله فاستقبلته أسرته فرحة دخل حمو إلى البيت ونسي الباب مفتوحاً بينما كان الأطفال يلعبون مع الخروف هرب الخروف ودخل بيت الأرملة إذن ما هو المشكل الآن؟ خرج حمو ليبحث عن الخروف فوجده في منزل الأرملة أحس حمو بحزن أطفالها فقال لهم هذا خروفكم إنه هدية مني إذن المشكل الذي صادفه الآن أنه يلزمه خروفاً آخر إذن الحل في الأسبوع الموالي عاد حمو إلى السوق فصادف وصول شاحنة محملة بالأكباش وعندما أراد التفاوض مع البائع قدم له الخروف هدية لأنه أول زبون وأنا أقول لأنه رجل كريم وطيب إذن الآن نمر إلى النهاية السعيدة عاد حمو إلى منزله فرحاً وتعجب الجميع للصدفة العجيبة كيف أهدى خروفاً وحصل على خروف هدية إذن أبنائي ما هي القيمة المستفادة من هذه الحكاية؟ هي قوله صلى الله عليه وسلم إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء نعم أبنائي فهذا الحديث يحطنا على الرحمة وكذلك التضامن الرأفة وكذلك الكرم والسخاء إذن فكرم حمو هو الذي جعل الله أكرم منه إذن كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه أحسنتم أبنائي دمتم في رعاية الله وشكرا للمشاهدة وشكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر